اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان النهاردة في اول حلقتنا في الاسبوع الحالي هناخد حضراتكم في زيارة الى محافظة الوادي الجديد وتحديدا واحد باريس في اقصى جنوب غرب مصر في واحد باريس هناك في منطقة كبيرة جدا هتتسمى بواحد الججوبة على طريق اللعصر المنطقة دي اتزارعت فيها بالفعل مساحات ومسمرة حاليا من اشجار الججوبة هذه الاشجار بتنتج زيوت هامة جدا للعديد من الصناعات واللي نفذ هذا المشروع هو المهندس اسماعيل محمد رئيس الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الاراضي والمشروع بالكامل تحت رعاية محافظة الوادي الجديد بنقول لحضراتكم هذه الشجرة بتنتج بزرة عند عصرها بتنتج زيوت الزيوت دي هامة جدا للعديد من الصناعات منها مستحضرات التجميل والوقود الحيوي والصناعات الدوائية وغيرها كتير جدا من الصناعات التي تحتاج زيوت الججوبة لدرجة ان اليابانيين موجودين النهاردة في مصر وعملوا مصنع باستثمارات ضخمة تتجاوز 200 مليون جنيه عشان أشجار الججوبة وزيوت الججوبة المصرية كمان خلال الزيارة هنقابل السيدة اللواء محمد الزمنوت محافظ الوادي الجديد وهيجاوب على كل أسئلة حضراتكم كلنا بنحلم بفدان نزرعه في أرض الوادي الجديد أرض الفرص الوعدة خليكم معنا في حلقة هامة جدا من حلقات برنامج الجدعان من أقصى جنوب غرب مصر من منطقة واحد باريس